إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شمائل المصطفى للشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم السعدة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين ومستمعات ما زلنا وإياكم في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لا يدرك هذه النعمة العظمى على البشرية لا على المسلمين فحسب وهي نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من الإنس والجن بل والنبات والحيوان والجماد أكرم الله سبحانه وتعالى به الإنسانية حين منع عنها عذاب الاستئصال العام والدمار الشامل الذي كان ينزل بالأقوام البائدة السابقة لكفرهم وضلالهم كانت لهم سابقة إذا كفروا بالنبي أنزل الله عليهم عذاب استئصال إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان ينزل بالأقوام البائدة السابقة لكفرهم وضلالهم واعتوهم وبغيهم وإمعانهم بنحو جماع في معادات الرسالة الإلهية من الله سبحانه وتعالى حتى استحقوا العقاب العام قال الله سبحانه وتعالى وصف النماذج من ذلك العقاب فقال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أما رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم ورأفته فواضحة في صعيد أهل الإيمان من المسلمين وغيرهم من المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكانت حياة صلى الله عليه وسلم رحمة ومماته رحمة كما قال تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحة قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى رحمة أمته قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا أي متقدما وسابقا قبل موت الأمة جميعا فإنها ما أصيبت أمة بمصيبة أعظم من موت نبيها والله سبحانه وتعالى قد غرس في قلب محمد صلى الله عليه وسلم صفتين من صفاته سبحانه وتعالى وهم الرأفة والرحمة وذلك في قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين منين رؤوف رحيم فقد كان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على هداية قومه والناس جميعا وإرشادهم إلى ما فيه صلاح أمورهم بالأحكام الشرعية ودلالته على ما فيه خيرهم وإسلامهم أي إنقادهم واستسلامهم للحوادث الكونية وإبعادهم عما يضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته أي غالبت ما يوقعهم في العنة أو الشدة والحرج والمشقة وأكثر الناس رأفة ورحمة بالمؤمنين الصالحي من البشر قاطبة علما بأن الرأفة أدق من الرحمة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آخذا من نص الآية السابقة بقوله فيما رواه بن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسل والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة وهذا الحديث أحبتي صحيح وقد غرس الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال السمرقندي ذكرهم الله سبحانه وتعالى منته أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب ولو كان فضا خشنا في القول لتفرق من حوله ولكن جعله سمحا طلقا برا لطيفا كما قال الضحاك إن هذه الصفات أحبتي في الله من أهم وأعظم مقومات نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهي تتلخص في اليسر واللين والسماحة في المعاملة وانبساط الوجه وبشاشته وكثرة الإحسان والبر بأمته كالولد البار بأبويه وقرابته أو كونه جامعا للخير كله فإنه من البر واللطف والرفق بالآخرين والرأثة والرحمة بالعالمين من الإنس والجن قاطبة ولين الجانب مع الأقارب والأجانب في جميع الحالات والمراتب لو كان على سبيل الافتراض سيء الخلق في الفعل خشن الطبع غليظا في القول لا تفرق الناس من حوله ولم ينتفعوا لا بقوله ولا بفعله صلى الله عليه وسلم قال السمرقندي في قول الله عز وجل رحمة للعالمين قال يعني للجن والإنس أو لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتر ورحمة للكافر بتأخير العذاب وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة ومما ظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالملائكة رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله سبحانه وتعالى علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي صاحب مكانه مطاع بين الملائكة أمين على أمر الوحي وغيره وهو رحيم بأهل اليمين قال جعفر الصادق في قول الله فسلام لك من أصحاب اليمين أي بسبب وجودك أو كرم وجودك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم وهو رحيم بالبشرية صلى الله عليه وسلم هو رحيم بالبشرية قاطبة في الدنيا برفع عذاب الاستئصال عنهم وفي الآخرة بالشفاعة العظمى لجميع الناس فإنها شاملة لجميع النفوس فشملت رحمته الناس في الابتداء والانتهاء في الدنيا والعاقبة أي في الآخرة وهو رحيم بأمته بالشفاعة الخاصة بهم حيث كرمه الله سبحانه وتعالى بإرضائه بقوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال النسفي ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم إذن لا أرضى قط وواحد من أمتي في النار هكذا أحبتي بالله رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى رحمه للناس كافة للجن والإنس وللمؤمن والمنافق والكافر هكذا أحبتي بالله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة أخرى وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه جميعين شمائل المصطفى للشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم السادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر